موسيقى في اليمن قتل عشرون مدنيا على الاقل في قص عشوائي نفذته ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صارح على سوق شعبية في محافظة مارب مصادر عسكرية افادت بان الميليشيات المتمركزتها في الجهات الشمالية الغربية للمحافظة قصفت السوق بعدد من الصواريخ وانها تقصف بين الحين والاخر مناطق سكنية في المدينة واشرت المصادر الى توجيه تعزيزات من القوات المؤيدة للشرعية نحو مارب من اجل التصدي لقوات الحوثيين وصالح رحبت مصر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رفع علم دولة فلسطين على مقر الامم المتحدة باعتبارها دولة تتمتع بصفة المراقب في المنظمة الدولية اعتبرت مصر القرار يمثل خطوة اضافية نحو تحقيق تهدف انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل اراضيها وعاصمتها القدسة الشرقية واكدت وزارة الخارجية في بيان لها على دعم مصر لكل جهد يستهدف التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلاة اشهد الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية في استصدار قرار من الجامعية العامة للامم المتحدة برفع علم دولة فلسطين فوق مقراتها في نيويورك وجنيف وفين واعتبر العربي ان هذا القرار يشكل انكازا دبلوماسيا مهما يحمل دلالة رمزية كبيرة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الامم المتحدة واعترافا جيدا يؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسة الشرقية اشتركوا في القناة